من الناحية الفنية إذا كان هناك من يجب أن يكون هو سبب خروجنا من دور قبل النهائي في هذه البطولة لازم كلنا نشير لكارلوس كيروش كلنا خلال أسوأ مباراة لعبها كارلوس كيروش منذ أن جاء وحتى الآن حتى في المباريات السابقة لو حضرتك تفكر أو تفتكر المباريات السابقة تعرف أن كارلوس كيروش المباريات السابقة كان بيقلف أو بيعق في الشوت الأول ولكن يجي الشوت الثاني يعدل الملعب الملعب يتعدل النهاردة كان الموضوع بالنسبة له عند عالي جدا أنا معرفش طبعا لأنه في النهاية أنا برضو مش عارف هو بيفكر إزاي لأنه ما فيش مدير فني بيفكر أنه هو عايز يخسر ومحمد شريف المباراة الأولانية عدت التانية عدت التالتة عدت أنا مش عايز أتكلم عن اللعب في الأهلي نفسي لكن هي دي هذه هي الحقيقة أن محمد شريف خلاص أنت جربته وينج مرة والتانية والتالتة حط حد يلعب حطه في كراس حربة جربوا برضو كراس حربة على فكرة بل ما فيش مشكلة خالص طلعت مجد أفشب لكده بدري في كذا مباراة وضحت المباراة أن مجد أفشب يفرق معاك في المباراة لأنه هو صنع اللعب الوحيد اللي موجود أسامة فيصل وحسين فيصل لعبها كويسين خصوصا حسين حسين لعب كويس وكل حاجة ولكن من ساعة ما اتعملت عليه الهالة الإعلامية اللي اتعملت عليه خلال الفترة الأخيرة وحسين بعيد جدا عن اللي احنا شايفينه بعد تصريح الخمسين مليون والستين مليون والكلام الغريب جدا اللي احنا بنسمعه طب يبقى الماتش اللي قبل اللي فات اللي هو كان فيه كويس نقول ان بخمسين مليون طب بعد اداء النهاردة يبقى بكام ده ليس معيار للتقييم التصريحات ليست معيار للتقييم أنا بتكلم بنرفازها ليه بتكلم بنرفازها ليه متضايق وزعلان متضايق وزعلان من كيفية لو تاخدوا بالحضراتكم يمكن البرنامج الوحيد اللي ما تكلمش عن حسين هو البيت الكبير لأنه أنا عارف ان ده هيحصل وعارف ان اللعيب هيبقى كده وحيبقى مستوى كده ما ينفعش ان أنا قايم لعيبة حطه في السماء في سابع سماء على فكرة أنا ما بقولش ان هو لعيب وحش هو لعيب كويس لعيب كويس قوي كمان ولكن ليس بهذا الشكل يا جماعة خلينا بالراحة واحدة 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 مش كده احنا احمد عبدالقادر لما جينادي الاهلي حاول يعمل وحدة كده يعملها ركل الجزاء في مباراوت دية شوفوا البرنامج هنا قال ايه واتكلم عنه ازاي قال لعيب كويس وكل حاجة ولكن دي كانت قرصة ود اللي حصل معاها كانت قرصة ود شوفوا احمد عبدالقادر بعدها ماشي ازاي ما ينفعش ان احنا نعلى باللاعيب مرة واحدة كده ليس هذا هو التقييم المناسب للاعب لسه صغير لسه صغير وبيلعب في نادي كبير كان بيلعب في نادي الزمالك ودلوقتي بيلعب في نادي الاتنين طبعا فرق كبيرة ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان مش كده يعني برضو لما تيجي تقعد انت تبقى متغس من الحاكم ان هو النهاردة عمل شوية حاجات انا شايفها اه ممكن تكون تكون اثرت نفسيا على اللاعبين ولكن في الملعب كله يعدي بصراحة يعني خلينا اقول لحضراتكم انه ممكن ممكن ناخدها في اطار الاحتواء يعني مش عارف اقولها ازاي ولكن ممكن يعدي مش عايز اخد الامور كلها ناحية الحاكم مش عايز اخد الامور كلها ناحية عمر السلية ومصطفى فتحة ابدا اللي بيفكر التفكير ده هو تفكير يعني ليس صحيح ده اللي حقدر اقوله ان هذا التفكير من الناحية الفنية تفكير غير صحيح لما تيجي تبص على كارلوس كيروش هتعرف ان كارلوس كيروش النهاردة مروان اه انت بتلاعب لاعب او راس حربة عايزه حيستلم كويس يقف على الكرة كويس حيحضن كويس عكس مثلا محمد الشريف اللي بياخد او بيلعب على الكرات الطويلة والمساحات الفاضية تمام ولكن انت جربته شوت غير وعلي انطلع حسين مخليه كمل لغاية نهاية المباراة او لغاية الدايئة سبعين ولا الدايئة خمسة وسبعين اللي يكون فعونه طب احمد رفعت مقعده برا ليه نزلت مصطفى فتحي طيب احمد رفعت مقعده برا ليه معه برضو الشعب المصري كله بيفهم كرة قدر لازم يبقى فيه تغيير في الامور ليس بهذا الشكل انا لشوت تلات اربع مباراة الاولى تمام زال فل الشوت الاولاني بيبقى فيه شوية لغبطة في التشكيل من وجهة نظره احنا دايما نقول كده ان من وجهة نظر المدير الفني هو اللي بيعمل كل اللي هو عايزه ولكن لغبطة في التشكيل وكل حاجة بيجي الشوت التاني الدنيا تتزبط يسمع كلام الشعب المصري بقى العادي اللي هو ينزل احمد رفعت وينزل مصطفى فتحي ناحية الشمال واليمين ويزبط الدنيا ويلعب محمد الشريف قدام ويلعب قفشة تحتهم فالدنيا بتتزبط ده طبيعي بالمناسبة ده طبيعي لكن ان حضرتك تفضل وبعدين لما تيجي تنزل مثلا انت نزلت طلعت مروان حمدي طيب نزلت اسامة فصل اسامة ملعب كويس بس صغير ونزل اخر 20 دقيقة ولا نزل اخر اقل من 20 دقيقة كمان يمكن 10 دقيقة ولا حاجة طب ما تدخل دخل احمد رفعت ولعب محمد الشريف لقدام على اساس وقل للاحمد رفعت وقل للونج اليمين والونج الشمال يا جماعة رجعوا دفعوا مع البكين لو كان هو ده السبب اللي مخليك تفضل ملعب زيزو وحسين حسين فصل برضو حاجات ممكن يطلع هو يرد يقول لك السنة كنت لازم هدافع اقفل على الونجين كويس علشان الاطراف بتاعت او الجناحين بتوع المنتخب التونسي هم الافضل وكل حاجة ولكن تقدر ده فضل 10 دقايق تقدر تقول اللي اتنين لعيبة دول يعني الباكرايت لمنتخب التونسي محمد دراجر محمد طاير طاير لقدام دايما طاير لقدام تم تحط احمد رفعت وراه وخلي احمد فتوح يقف يقف على الاتنين اللعيبة اللي موجودين فيها فيها ممكن نقدر نتكلم فنيا كتير جدا في هذا الامر ولكن الكلام اللي انا شايف على السوشال ميديا الحقيقة من ساعة من بعد المباراة الغاية دلوقتي ازا مالكوية يقولك ايه اصله عمر السلية والاهلوية يقولك اصله مصطفى فتحي ما هو طبعا ردا على الكلام او الحاملة اللي معمولة طبعا كلام ده غير صحيح وله عمر السلية وله مصطفى فتحي اتنين لعبك كويسين ولعبك عمر السلية تحديدا انا بشوف ان هو افضل لعب في هذه البطولة مصطفى فتحي كان بينزل يعمل اللي عليه ولكن خبرته الدولية قليلة جدا ان انا روح اعمل فاول في المنطقة دي ولكن ليس هو سبب الخسارة ان هو بايع الجن ليس هو سبب الخسارة المدير الفني كارلوس كيروش والاول مرة هقولها ان المدير الفني كارلوس كيروش يتحمل جزء كبير من خسارة منتخبنا الوطني وعدم صعوده للمباراة النهائية لان المنتخب التونسي منتخب جيد وكل حاجة ولكن منتخب التونسي تقدر ان انت تكسبه بالتشكيلة اللي احنا شفناها دي مش تشكيلة الملغبطة التشكيلة اللي الشعب المصري كله كان عايزها وعارفها اللي عملها لنا قبل كده كارلوس كيروش هو مين اللي لعب احمد رفعت مش كارلوس كيروش محدش تاني هو مين اللي لعب زيزو مين اللي لعب حسين فيصل مين اللي لعب اسامة مين اللي لعب كل الامروان مين اللي لعب الناس دي كلها مش هو كارلوس كيروش فالحقيقة انا ساعات بيبقى عندي كده بستغرب جدا وطبعا هو القضرة وهو اللي شايف وهو اللي يقدر كل الكلام اللي احنا بنقوله ده انا معاه 100% ولكن في نفس الوقت انا بلعب مروان علشان هو بيقف حضن ويقفل يعني محطة يقف منتخب مصر يقف عليها وطلع الهافل او الجناح الايمن والجناح الايسر طب ده ما حصلش ما حصلش طب مغير بقى اشوف طريقة تانية لانه كان التلات اربعة مطشاط الاولى كان ده اللي بيحصل الشوت الاولى اللي بيلعب كده وبعدين لما الدنيا تقف يوم جاي منزل التغييرات ويعدل الملعب تلاقي الشوت التاني الدنيا بقت متزبطة جدا 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 فحاجة غريبة جدا لعبت المنتخب الجزائر بهذا الشكل المنتخب الجزائري بهذا الشكل لعبت مع المنتخب السوداني بهذا الشكل لعبت مع كل المنتخب اللبناني بهذا الشكل كل المنتخبات اللي انت لعبت ضدها دايما كان الشوت الاول حاجة والشوت التاني بيبقى افضل بكتير جدا هل معنى الكلام اللي انا بيقوله ده ان احنا مش في ظهر كارلوس كيروش مثلا لا ولكن كارلوس كروش أخطأ ما نقولش إن هو أخطأ نحط ورشنا في الأرض ونقول لا لا أخطأ وأخطأ من وجهة نظرنا من الناحية الفنية ممكن هو بالنسبة له طبعا مليون في المئة ما أخطأش الحكم ممكن يكون يعني غلس علينا شوية عمل علينا شوية المعلق لو جينا نتكلم على حفيص الدراجي وهو بيتكلم عن مصر ماينفعش أو هو بيقول أنا سمعته في أحد الفيديوهات وبيقول أنا ما كنتش بتكلم أنا كنت بتكلم عن إن اللاعب ده يقدر يرقص أي حد ده كان معنى كلامه ده كان معنى كلامه هو بيقول كده مش أنا اللي بقول هو اللي بيقول كده في أحد الفيديوهات فيعني وقال برضو مصطفى فتحي نفس الكلمة كان طبعا مصطفى فتحي قال نفس الكلمة عشان يزبط اللي قاله في الكلمة الأولانية وبالتالي آه ممكن تكون في بعض الأمور اللي نتكلم فيها ولكن لو نظرنا بعقلانية لهذا الأمر يجب أن نعرف إن كارلوس كيروش عنده بعض الأخطاء اللي لازم يجب يجب أن يعدلها خلال الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة